تحياتي و أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من توب 5 اللي تيجيكم مني أنا محمد عوهد كل يوم ثلاثة عبر قناة سيلفيسبورد ركلة الجزاء من أكبر الأشياء الخادعة في كرة القدم الناس كلها بتشوفها سهلة لكنها في الواقع شيء صعب للغاية مطلوب منك تقرر قبل ما تيجي لحظة التنفيذ ثم لما يجي التنفيذ ينفذ بدقة زي ما أنت كنت مقرر و بدك بعد ذلك حض أنه الحارس ما يعرف وينه وتسدد لمستوى أني بحس أنه ركلة الجزاء هي أصعب من انفرادي بحارس مرمى لأنه في انفراد الحارس مضطر يتحرك مش مستني أنك شو تعمل لكن ركلات الجزاء وضحة مختلفة ولو رحت على ملعب كبير ملعب حقيقي ووقفت تشوت ركلة الجزاء عن جد رح تعرف شو معنى قولهم أنه المسدد بيشوف المرمى كثير صغير والحارس بيشوف المرمى كثير كبير وبسبب هذه الحالة وهذه العقدة كثير عظماء كسرتهم ركلات الجزاء خلت الناس يتذكرهم بالسلب وخلت أشهر صورهم حزينة بسبب ركلة الجزاء هون أو هون اليوم هنتذكر بعض هذول الآعبين والأساطير اللي كسرتهم ركلات الجزاء وخلت الناس يتذكرهم بالسلب بعض الأحيان رغم أن مسيرتهم رائعة عظيمة مش هتكلم طبعا عن ركلة الجزاء الزازة المضحكة في اليورو 2016 لأنه زي ما بنعرف القصة كلها انتهت بعد أسبوع وكانت مجرد كوميديا نبدأ بالركلة رقم 5 لما يكون جزء أساسي من شهرتك الكرات الثابتة الركنية المباشرة ركلات الجزاء شيء طبيعي الناس تنتبه لما تضيع ركلة ترجيح أو ركلة جزاء هذا اللي حصل مع ديفيد بيكهم ديفيد بيكهم اللي سجل ركلة جزاء بيحبوها كثير الإنجليز انتقموا فيها من الأرجنتين في موليديال 2002 لكنه قبل يورو 2004 كانت في مؤشرات خطيرة عم بنفض ركلة جزاء بشكل غريب مع تركية وبضيع في التصفيات لكن إنجلترا بتتأهل في الدور الأول فيك نفس البطولة في يورو 2004 بيكهم بضيع ركلة جزاء مع فرنسا بس بالنهاية إنجلترا أيضا تأهلت من الدور الأول وذهبت لتواجه البرتغال لاحقا في بطولة اليورو وبعد مباراة من أجمل مباريات كأس أمم أوروبا على الإطلاق مباراة ملحمية بين الفريقين بتروح لركلات الترجيح بتقدم ديفيد بيكهم عشان يسدد بتقدم بيتعثر بسدد كرة كثير بعيدة عن المرمى مستحيل تنحسب هدف حتى في كرة القدم الأمريكية زي ما قلت مؤشرات الضياع كانت جاي من تركيا وفرنسا لكن بيكهم أصر يجرب حظه بعد ذلك هجم كبير شرس انتقادات حقيقية طلعت من الإعلام الإنجليزي على لاعب ربما يستهين بلاحظة تنفيذ أو على لاعب لا يستحق تحمل ضغوط شارط قيادة المنتخب الإنجليزي في بعض المناسبات بتعرفوا الإنجليز يتذكروا بركل مباشرة تاريخية أهلهم فيها لمونديال 2002 وبركل الترجيح ضيحها مع البرتغال أخرجهم من يورو 2004 اذهب على 2004 وتخيل تكون عايش موسم رائع مسجل 41 هدف 49 مباراة وتكون مسيرتك الكروية معنا ديك عبارة عن مثالية عبارة عن شي لا يمكن انتقاده من أي زاوية لا من أهداف ولا من إنجزات ولا من أسستات ولا من تمريرات ولا من مراوغات انت كل شي بكل شي بكرت القدم لكن فيه طغرة صغيرة إنك ما جبت لقب دولي لبلادك حتى جمهور بلادك بيظلوا يقول إحنا منشوف ميسي أحسن لاعب في التاريخ إلا في الأرجنتين مارادونا أفضل لاعب في التاريخ ام نتكلم عن ركل الترجيح أهدر هاليونيل ميسي في كوبا أمريكا 2015 وسطت الأرجنتين لعبت مع تشيلي فازة تشيلي ولكن الدنيا بتعطيك فرصة دائما تنتقم فأعطوهم فرصة في 2016 بطولة جديدة كوبا أمريكا والأرجنتين توصل للنهاية ولو الصدفة عم بتواجه تشيلي هالمرة الأرجنتين بتصمد ما بتخسر بالوقت الأصري ومن روح لركلات الترجيح بيتقدم لينيل ميسي كأول مسدد لاعب واثق بنفسه أسطورة الفريق صاحب الـ 41 هدف 49 مباراة رح يسجل 100% لكنه بيسدد كرة بعيدة عن المرمى بيخسر الأرجنتين في النهاية وبيخرج لينيل ميسي بتصريح شهير حاولنا بكل الطرق أن نزبط لدوليا لكن لا شيء ينفع أنا من هون بحكي لكم اعتزل دوليا مسي اعتزل دوليا لعدة شهور بعدها لكن زي ما منعرف رجع ولعب كأس العالم 2018 زي ما منعرف رجع وجاب كوبا أمريكا في 21 وأغلق أي ثغرة في مسيرة الكروية لتصبح مسيرة خارقة كاملة لكنها تبقى ركل الترجيح كادت تنهي مسيرة مسي الدولية كادت أن تعني أن هذا اللاعب حيخلص مسيرته والناس بتشوفوا لاعب نادي مش لاعب منتخب لكن الأسطورة رفض الاستسلام وعاد لكن لما نحكي عن رفض الاستسلام ما فيش زي ضيفنا في رقم ثلاثة شفنا واحد اعتزل واحد هاجموا الإعلام لكن في واحد قلبه شجاع ما بيخاف ما بيرحم ريال مدريد في 2011-2012 كان عم بيعيش أفضل موسم ربما كروي له بسنوات طويلة كان أقوى فريق بأوروبا حقيقة في ذلك الموسم فكان منطق يجيب العاشر مع موريني أصطدم في بايرام يونيخ بنصف نهاية دور الأبطال بايران فوز 2-1 ذهابا ريال مدريد بردله إياها إياها بتروح عشوات إضافية بتعادله أيضا وبتروح لركلة الترجيح واضح جدا أنه مش يوم ريال مدريد أبدا نجوم ريال مدريد عم بيهدروا ونوير عم بصد واحدة وغيرتانية لكن في شخص نوير ما قدري صد كرته أبدا لأنه أرسلها إلى الفضاء وبتكلم عن ركلة الترجيح سيرجو راموس الراكلة اللي راح تمعيد فخرج ريال مدريد وركع مورينيو في صور مستحيل ينسعها مشجعي ريال مدريد كانت لحظة حزينة بعد ذلك قام الإعلام وتدمير مطلق جدا لسيرجو راموس سخري غير طبيعي العالم نسي كرة القدم نسي ليش فاز بايرون ليش تأهل نسي وجود ريال مدريد نسي ركلة الترجيح أضحها فلان أو فلان التركيز كله على ركلة كوميدية كان ضغط رهيب ثم جاء يورو 2016 وإسبانيا أحد المرشحين بلا شك وبتمشيه بهدو حتى دور نصف النهائي بتواجه البرتغال مباراة مقلقة جدا مفيش فيها أهداف وبتروح لركلات الترجيح لاعب ورا لاعب بيسددوا الأمور تمام ثم بتقدم سيرجو راموس بذكر جيدا تلك الفترة الجميع تساءل شو بيسوي هذا دل بوسكي حرام عليك الولد لسا مبارح مدمرينه الإعلام على ركلة اللي ضيحها قبل أكم من أسبوع بس رجعوا حرام عليك احميه لكن سيرجو راموس بتقدم وبسدد أجمل ركلة الترجيح في تلك البطولة بسدد على طريقة بانينكا بسدد وبيقول أنا ما بخاف شو لكم تعملوا إعلام ما بيأثر فيه وبثبت إنه لاعب قوي الشخصية ومن يومها أصبح سيرجو راموس واحد من أهم المنفذين لركلات الترجيح في ريال مدريد بعد كريستيانو رونالدو وتقريبا لما راجعت الركلات اللي أهدرها ما أهدرها ولا واحدة فعلا مهمة أو نتذكرها إنها ضيعت بطولة حتى نضيحها بكأس القرات 2013 كانت النتيجة خالصة 3-0 للبرازيل راموس تحول من واحد حاولوا الناس يحطموا بسبب ركلة للاعب بيطلبوا المدرب بالاسم أرجوك سدد أنت الثقة ونروح لرقم 2 وبصراحة هو ضيف مظلوم معنا لازم ما أحطه لكن الإعلام والناس وجود ضرورة لوجود ضحية يتم تقديمها بعد كل فشل خلى روبرتو باجيو معنا في كأس العالم 94 كل من شاهد أو بيقرأ أو بيعرف عن ذلك المونديال بيعرف لو لا باجيو لما لعبت إيطاليا نهائي كأس العالم كان أفضل لعب في البطولة على المستوى الفردي بلا نقاش لكن إيطاليا بتلعب مع البرازيل واحدة من أسوأ نهائيات كأس العالم بفرص قليلي جدا وبتروح لركلات الترجيح وبركلات الترجيح بضيع باريزي بضيع مساره نجوم ميلان اللي جابين دور الأبطال قبل شهر البرازيل بضيع ركلة واحدة بتقدم باجيو بالتسديد الخامسة وبطيح فيها فوق فبنزل راسه حزين بتفكر ما بيعرف شو صار معاه لكن هناك طقطت صورة خلت الجميع مقتنع إنه باجيو أضاع كأس العالم لكن لو جينا فكرنا بالواقع حتى لو باجيو سجلها كان مطلوب بعد ذلك إنه بايوكا يصد ركلة جزاء البرازيل ومطلوب بعد ذلك إنه إيطاليا تهزم البرازيل باستكمال ركلات الترجيح ولو حسبناها بعلوم الاحتمالات ربما كان هو أضاع 15% فقط من فرصة إيطاليا بالفوز بركلات الترجيح لكن الناس شفوها 100% فتم تقديمه كبش ذا لضيع ذلك كأس العالم الروعة رقم واحد باجيو ضيع كأس عالم راموس ضيع دوري أبطال أوروبا بـ 2012 ومسي ضيع كوبا أمريكا 2016 إذا جاز التعبير لكن في واحد ضيعهم بلاثنين مع بعض ضيع دوري الأبطال وضيع كأس العالم في واحد اسمه ديفيد ريزيغي واحد من أفضل الهدفين في تاريخ الدوري الإيطالي وتاريخ يوبينتوس بـ 2003 يوبينتوس بلعب مع ميلان في نهاية دوري أبطال مغلق تكتيكي فرستين لكل فريق فقط بتروح لركلات الترجيح وبتقدم تريزيغي أمام الحارس ديدا بسدد كرة خفيفة ضعيفة بتصدى لها ديدا بتمر الركلات شيف شينكو بسجل ميلان بفوز بدوري أبطال أوروبا 2003 زي ما بنعرف جميعنا بعد ثلاث سنوات بيجي كأس العالم 2006 فرنسا بتبدأ بشكل سيء ثم زيدان يحمل الفريق على أكتاف ومباراة وراء مباراة حتى النهائي فيه كأس العالم وزيدان بيمطرد فيتم اختيار تريزيغي للتزديد من ضمن خمس مسددين فبيكون ثاني مسدد للفريق في المرة الأولى سدت تريزيغي كرة خفيفة في المرة الثانية بقرر يخليها قوية جدا ولكن زادت القوة عن الحد فارتدت من القائم غير اسلوبه غير ترتيبه بين المسددين كان الأول في نهاية 2003 أصبح الثاني في نهاية 2006 وكل شيء ما ضبط معه لأنه أي حدا بتذكر ملامح وجهة ريزيغي في تلك اللقطات بيعرف أنه كان ذاهب خايف متردد بشكل واضح جدا ضيع ركلتين حرموا اليوفي مرة من دور الأبطال وحرموا فرنسا مرة من كأس العالم هذه هي مشكلة ركلات الترجيح الناس ما بتتذكر مين سجل الناس بتتذكر مين ضيع عشان هيك يوما ما بلتر قال لك لازم أغير ركلات الترجيح حادي الناس بتروح ضحيتها وكان يتكلم تحديدا عن ركل الترجيح روبيرتو باجيو العالم بينسى كل شي عملته لأنك ضيعت ركلة لو السبعة مليار عوجه الأرض اجوا سددوها على أغلب معظمهم حيضيعوها بهيك مواقف متوترة بهيك مواقف محرجة بهيك مواقف صعبة بنهائيات بتاع بسنين حييجي على أكتافك مش الكل بيدر يتحمل ويحافظ على تركيزه وللأسف لما تضيع ركلة مهمة حيخلدوا اسمك لكن بالسلب في المقالات والمواقع وحتى بتوب 5 معنا بسلف سبورت بنوصل لنهاية هاي الحلقة بذكركم تتركوا لايك وتشتركوا بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله